اشتركوا في القناة والمسعى بلا ملبين والاروقة خلت من الركع السجود واضحت الابواب تحن والاركان تئن قاس العالم اجمع اثار الجائحة وقاس المسلمون فراق بيت الله ورغم صعوبة قرار اغلاق الحرم المكي الشريف على القيادة الحكيمة حفظها الله الا انها اثرت سلامة الانسان وبدأت قلوب المسلمين في شتى بقاع الارض تلهج بالدعاء اشتياقا لبيت الله فلا ارواحهم تقوى فراقه ولا اجسادهم تحتمل البعد عنه وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مواكبة للحدث فاطلقت خطة احترازية للحد من تفشي الوباء فاغلق الحرم المكي الشريف واقتصرت الصلاة فيه على العاملين في المسجد الحرام في شهر رمضان المبارك حرصت الرئاسة على اقامة صلاتي التراويح والتهجد واقتصرتها على العاملين في الحرم المكي الشريف مع نقل حي ومباشر عبر المنصات الالكترونية وجاء موسم الحج كان موسما استثنائيا حقق نجاحا منقطع النظير بفضل الله تعالى وفي مطلع العام الهجري الجديد هلت تباشير الفرح حيث شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وبتوجيه من القيادة الحكيمة ايدها الله بالعودة تدريجيا ضمن مراحل اربع فانطلقت فرق التعقيم وتلتها فرق التطهير وساندتها فرق التواية فها هي الحواجز وضعت حول محيط الكعبة ومقام ابراهيم كما تم اقفال المشربيات الداخلية والخارجية وسائر حافظات زمزم وارتفع مستوى النظافة والتعقيم داخل المسجد حيث اصبح يغسل عشر مرات على مدار اليوم وتم توزيع المئات من اجهزة التعقيم عند ابواب الممرات والمصليات لضمان التعقيم الكامل داخل المسجد الحرام وحانت لحظة الفرح ففتحت ابواب الحرم وهنا الارواح ابتهجت والنفوس سعدت فهو الصحن يرحب بالطائفين وفي المسعى تعالوا اصوات الملبين خصصت المرحلة الاولى للمواطنين والمقيمين الراغبين في اداء العمرة وفق الضوابط الاحترازية وتسابقت القلوب قبل الاجساد الى البيت العتيق لاداء العمرة اشتياق المحب ولهفة العابد المستغفر ثم تلتها مرحلة العمرة واداء الصلاة للمواطنين والمقيمين فزاد العباد وسمع للتلبية اشجان وروحانية لتلاوة القرآن والتسقت الجباه بالارض الطاهرة داعية مبتهلة مستغفرة لذة لا نظير لها وموقف يكتمل فيه الجمال بين يدي الرحمن توالت الوفود وفق تنظيم لا مثيل له عبر تطبيقات الكترونية تم اطلاقها بشراكة متألقة لجهات حكومية جعلت من خدمة الاسلام والمسلمين شعارا لها وفي المرحلة الثالثة اشرعت المملكة ابوابها للمسلمين من ارجاء المعمورة الراغبين في اداء العمرة او الزيارة او اداء الصلاة تدريجيا فاشرعت قلوبنا قبل مطاراتنا لاستقبال ضيوف بيت الله والبلد الامين وها نحن نستقبلهم بالبشر والترحاب كما عودناهم المسلمون يتوجهون الى البيت الذي يؤويهم كلما شعروا بالشتات والذي يؤنسهم كلما شعروا بالوحشة هلت قلوب مفعمة بالحنين تدعو الخالق ان يزيل الغمة ويكفينا شر هذا الوباء واكتملت اجمل اللوحات بضيوف الرحمن من بقاع الارض يجمعهم دين يدعو الى التسامح والسلام لقد زادت الاجراءات الاحترازية الزيارات اليومية التي لا تنقطع من المعتمرين والمصلين تنظيما ويسرا وجمالا فالهدوء والطمأنينة والسكينة والخشوة تصحب الجميع اينما حلوا وفي المرحلة الرابعة بعد زوال هذا الوباء والسيطرة عليه بعون الله تعالى تسعى المملكة العربية السعودية الى اسعاد قلوب ضيوف الرحمن باستقبالهم دون قيود مع الحرص على سلامتهم وادائهم للشعائر في سكينة وطمأنينة والاستمرار في اعمال التعقيم والتطهير جهود تبذلها الرئاسة بتوجيه واشراف ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين ايده الله لنعلن للعالم ان خدمة بيت الله وضيوفه شرف وفخر لنا ولنبين ان رعاية البيت الحرام تتم وفق اجود التقنيات واحدثها من خلال فريق عمل احترافي جعل من خدمة البيت العتيق غايته اشتركوا في القناة